اهلا ومرحبا بكم في قناتكم معلومة صح ينمو الجنين شهرا بعد شهر اثناء فترة الحمل فيزداد وزنه الطبيعي وطوله وتزداد رغبة الام في رؤية مولودها الجديد وتكون المرأة الحامل حريصة على تناول الغذاء الصحي اللازم والكافي لنمو جنينها وتكونه بالشكل المطلوب يجب ان يكون له وزن وطول يتناسب مع مرحلة الحمل التي يمر بها وسنعرض في هذا الفيديو مراحل تطور نمو الجنين في الشهر السادس اسبوعا باسبوع الاسبوع الاول من الشهر السادس يبدأ الجنين بامتصاص كميات قليلة من السكريات ويكون ذلك في كل وقت في اليوم بحيث ان هذه العناصر تشكل كمية بسيطة من العناصر التي يتغذى عليها الجنين كما ان اغلب احتياجاته تصل عبر المشيمة كما وتقوم العظام بتكوين كريات الدم بالمساعدة مع الكبد والطحال وفي الاسبوع الثاني من الشهر السادس تتطور كل من حاسة التذوق واللمس عند الجنين بشكل جيد فتبدأ براعم التذوق بالتكون على اللسان ويكون دماغه ناضجا بشكل كاف لسماح له بالتعرف على الاحاسيس التذوقية كما ويكون قادرا على تلمس اجزاء جسمه كما ويستمر الجهاز التناسلي له بالتشكل والتخلق فتبدأ الخصيتان بالنزول من البطن عند الذكر ويأخذ الرحم والمبايض مكانهما عند الانثى كما ويتخلق المهبل لديها ايضا وتكون الانثى قد انتهت من تكوين البيوض التي ستلزمها في حياتها المستقبلية الاسبوع الثالث من الشهر السادس يبلغ طول الجنين في هذا الاسبوع حوالي 18 سنتيمتر وتكون هذه المسافة من رأسه حتى ردفيه ويصبح وزنه تقريبا نصف كيلو جرام الاسبوع الرابع من الشهر السادس تتكون رئاتا الجنين بسرعة في هذه الفترة وتنتجان المواد الفاعلة بالسطح والتي من شأنها تغليف كياس الهواء الموجودة فيهما ولكنهما لا تملكان الفرصة للعمل بالشكل المناسب اذا ما تمت ولادته قبل هذا الوقت ولكن يمكن لهم العمل خارج الرحم ولكن بتوفير المساعدة الخارجية لتصبح قادرتين على التفاعل مع المواد الفاعلة في السطح كما ان الاوعية الدموية الموجودة في الرئتين تنمو وتستعد للتنفس فيبدأ جسم الجنين بعمل تجارب على التنفس وذلك من خلال ادخال السائل الامنيوسي واخراجه من الرئتين ولكن يبقى الجنين مستمرا في اخذ حاجته من الاكسوجين من المشيمة فلا يوجد الهواء في الرئتين الى حين ساعة الولادة وبالرغم من ان شكل الجنين يبدو مكتملا الى انه لا يزال هزيلا وضعيفا فجسمه يحتوي على القليل من الدهون وجلده مجاعد ورخو في اخر ايام الشهر السادس يبدأ الطفل في هذا الاسبوع بالاحساس في وضعيته ما اذا كان رأسه مقلوبا او وضعه صحيحا داخل الرحم وذلك بسبب تكون الاذن الداخلية التي تجعله قادرا على التحكم بوزن جسمه وتكون فرصة بقائه على قيد الحياة حوالي خمسين بالمئة وفي نهاية الشهر يكون طول الجنين حينها ثمانية وثلاثين سنتيمتر ويصل وزنه الى حوالي 700 غرام انتهى الفيديو نرجو ان تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات